ومن أشهر الفلاسفة في هذا العصر بيرتراند رسل وأنا تابعته فترة وسأبين كيف أن الإنسان الغير واسع الإدراك الغير عاقل كيف الآن ينسى بالفلسفة وأدرس الفلسفة ويؤصل في الفلسفة وبسبب عدم حسن عقله ينتج عنه مثل هذه الخزعبلات فمن الأشياء التي تكلم بها سألوها على الدخان كل الطب في العالم الآن يقول هذا مضر فقال أنا كنت أركب الطيارة في إحدى المرات وقال ومن يدخن يجلس في منطقة معينة فتحطمت الطائرة ورجوت أنا والمدخنين فبسبب هذه الحادثة حكم على هذا الشيء الضار بأنه حسن والرد عليه وبيان يعني عدم عقلانيته وعدم أصوله الصحيحة وضوابطه أن لو أن إنسان قتله وسلب ماله وهذا إنسان ركب في الطائرة وقالوا القتل نضعهم في مكان معين ثم تحطمت هذه الطائرة ونجى القتل ونجى هذا القاتل الذي قتل بيرتراند وأخذ أمواله وإلى آخرين فإذن سيقول هذا الإنسان وسيقول الأغبياء بسبب قتل بيرتراند رسل أنا الآن نجوت من تحطم هذه الطائرة فحسن الأمر وجعل سبب الحزن نجاته إذن لو قتله إنسان وأخذ ماله وحصلت معه نفس الحادثة سيقول نجوت بفضل القتل فالتحسين والتقبيح بهذه الصورة يبين الخلل في عقل الإنسان وله حادثة أخرى قال أن الجنة والنار خرافات ما المانع في الدار الآخرة أن تكون جنة ونار الذي خلق هذه الجنات والذي خلق هذه النيران يستطيع في الدار الآخرة أن يخلق الجنات والنيران ما المانع العقلي بما أنه يتكلم في العقل والأمر الثالث أنه قال أن أعلقت الأمر على وجود الصالح يعني هو لم ينفي ولم يثبت لكن لما نظر ما ثبت عنده أن لهذا العالم صالح والجواب عليه سهل جدا الكاسة والباب والشباك هذه الأمور هل لها موجد أم جاءت لوحدها من يقول أنها جاءت لوحدها بهذه القياسات والأحجام وتركبت يكونوا مجنونا ومن نظر في العالم يجد الإتقان أكثر بكثير من أبوابنا وشبابيكنا وكاساتنا وسياراتنا الأنظمة العجيبة في هذا العالم من نظر في الإنسان كيف الآن ينمي كيف يتكاثر كيف هذا الإنسان يتناسق يعني لا يكبر شيء عن شيء كيف هذا الإنسان فيه أنظمة باطلة من حب وكره وإلى ما يتبع ذلك وفي العالم أمور عجيبة إذن من حكم هذا الحكم ولم يستطع أن يحكم بأن هذه الحوادث لابد أن يكون لها محدث إذن هذا الإنسان لا يكون عاقلا وهذا مثال على من اشتغل بالفلسفة وكان عقله أصلا غير مهيئ لهذا العمل لأن العمل بالفلسفة يحتاج إلى العقلاء يحتاج إلى أصحاب الصدق يحتاج إلى الشجعان يحتاج إلى أصحاب الذين يبحثون عن الحق لا أصحاب الأهواء والأغبية